افتكر انك تشترك في القناة و اتفعل الجرس و تضغط لايك عشان يجي لك كل جديد طلاب الصف الخامس هنكامل مع بعض منهج التربة التاني يونس ري كونسيبت سري بوينت تو لسون فور لسون فور بيتكلم على كونسورفشن بريسورفشن ادساس سنبلدي الاسمي تبلغ كبيرة لكن هي الموضوع سهل جدا ويلا بينا مع بعض نبسأ الموضوع زي ما يكون قصة عندنا ولد اسمه يحي قال لي بابا انا عايز اروح معاك المحمية محمية دي مكان بيحموا فيه الكائنات الحية من الانكراد اسمها محمية اسمها بريسورفشن فهو ريح مع بابا واركب العربية بيسأل بابا شوية اسئلة سأل بابا يا بابا هو البيبر مصنوع من ايه قالوا البيبر مصنوع من التري عارفين ورق الشجر ورق الشجر بتصنع منه ليه البيبر يبقى بيبر فروم تري يجي لك كده السؤال في الامتحان يجي يقول لك البيبر مصنوع من ايه طب سأل بابا يا بابا طب قول بلاستيك البلاستيك مصنوع من الايل الايل ده اللي هو زيت البترول هتقول لي ازاي هقول لك مش احنا من اللبن من اللبن ممكن نصنع الجبنة صح؟ نفس الفكرة زي ما اللبن من اللبن بنصنع الجبنة ممكن بزيت البترول من البترول بطريقة معينة نصنع البلاستيك ماشي؟ نكمل مع بعض سأل باباا قاله هو طب والكلوزيس الملابس اللي احنا لابسينها مصنوعه منين؟ قاله مصنوعه من البلنت والانيمال يعني اديك مسال عرف الكوتن ده بلنت الملابس القطن دي نباتات مصنوعه من نبات القطن طب والول الصوف الصوف ده مصنوعه من شيب من الخروف لابا لما يقول له مصنوعه منين؟ من البلنت والانيمال أوكي؟ طب نكمل مع بعض ازاي ممكن احافظ على الريسورس؟ المصادر المختلفة لحواليه يعني عندي حيوانات عايز احافظ عليها عندك حاجتين بيقول لي الانسان ممكن يحافظ على المصادر الطبيعية اللي حواليه عشان ما تنقردش عشان ما تخلص اعمل حاجتين حاجة اسمها وحاجة اسمها يعني اعمل محمية احمي الحيوانات من الانكراد وكلمة معناها استدامة يعني استدامة حافظ عليها لأطول وقت ممكن نبدأ مع بعض نعرف يعني كلمة عبارة عن الانسان بيتحكم في المصادر الطبيعية تاني كده يعني بتحكم في استخدام او التحكم في وصول الانسان لهذه المصادر يعني بمنع الانسان ان هو يوصل للمصادر دي مش في اي وقت يوصل له في وقت معين وهنعرف يعني كلمة بريسيرفشن بريسيرفشن يعني محمية بحمل حيوانات من مين من الانسان معناها ايه ريسترراجتينج اكسس ريستراجتينج اكسس بمنع او بكنترول بتحكم بتحكم في مين بتحكم في البناء ادم بمنعه من الاصول يعني المحمية ممنوعة لبناء ادم يخش يصطط فيها تمام فهمنا نكمل مع بعض اماكن المحميات اعيز امثل عليها عندي راس محمد في مصر وعندي ودي الحتان يجي اقول لك كده from the preservation in Egypt is not يبقى راس محمد وعندي ودي الحتان راس محمد دي محمية بيحمي فيها الحيوانات من الانكراد وبرضو ودي الحتان فيها بقايا الهياكل العظمية بتاعت الحتان ناخد المثال عشان نفهم كويس ازاي بعمل preservation حماية مثلا عندي natural resource مصدر طبيعي للأسماك الصيادين بيصطادوا السمك فانا بعمل ايه الانسان بيعمل حاجة غلط اسمها overfishing هو الصيد الجائر بيصطاد عمال على بطال وبيصطاد السمك الصغير رسمه الفيش فبنعمل ايه عشان نحمل السمك الصغير ده بعمل قانون علشان امنع الصيد السمك الصغير هنا بيقول لك لو السمك تاكل بواسطة الانسان يعني بيصطاد كتير جدا انا كده بقلل من التكاثر لان السمك لازم اسيب له فترة يتكاثر فيها اسيب فترة يتكاثر ويزيد ويتجوز ويزيد علشان بعد كده ابدأ اسطاد موش اسطاد كل شوية جراوند ووتر مثال تاني يوضح لك الجميع الجوفية جراوند ووتر مية جوفية دي مش كل شوية استخدمها باستخدمها بكمية معينة اي حاجة حوالينا لو استخدمناها بكمية معينة انا كده بحافظ عليها بعمل حماية جراوند ووتر جراوند ووتر باستعملها بكمية صغيرة عشان ما تخلص فهنا بيقول لي كده خلصنا عنا نخدش على حاجة اسمها يعني استدامة الاستدامة معناها ايه ركز معايا كده في الجزء دي معناها يعني كده تعالي ناخد مسال عليها بيقول لي بمنع بقول لك بعمل بمنع بمنع استخدام المصادر الطبيعية يعني بخلي الانسان يستخدم المصادر الطبيعية بطريقة من غير ما يأثر عليها في المستقبل اديك مثال بص معايا كده عندي هنا عندي مثلا انا عايز اعمل تربية للبقر عندك مفهومين لو انا حطيت البقر في مكان صغير كده ايه اللي هيصل هيصل حاجة اسمها يعني موقف غير مستدام البقر عشان هو في مكان صغير هيخلص كل الجراس كده الجراس مش هيعيش معايا نفيش نباتات وبالتالي البقر حيموت لكن الموقف اللي فيه استدامة اعمل ايه اجيب خبالك من دي بقى لو حطيت الكاوز في مكان كبير مليان جراس مليان حشائش هيعمل ايه كده البقر هتفضل عندها اكل على طول يعني بعمل ايه بعمل بحافز على الحاجة عشان تفضل موجودة معايا على طول لو حطيت البقر في مكان صغير هيخلصوا على الزرعة كده الزرعة هيخلص بسرعة تمام طب ده بيعمل ايه بيعمل بيعمل اختفاء بيخلصلي على الزرعة الزرعة مش موجود خلاص الزرعة راح هنا بقى بيعمل ايه لكن لما يكون في زرعة فرعة كتير الجراس بيعمل متاني لان البقر بتاكل هنا شوية هنا شوية هنا شوية عرفنا فرق بين الاتنين نكمل مع بعض في هنا حاجة مهم قوي بيقول لك يعني الاستدامة دي بتأثر بكزا حاجة الزيادة يعني الزيادة في التعداد يعني مثلا عدد البقر يزيد قوي ده بيؤثر فين في تاني حاجة ايه التوزيع غير العادل لما يجيب مثلا مية بقرة في مزرعة صغيرة هيخلصوا على الزرعة تاني حاجة الاستخدام الجائر او الاستخدام الزيادة عن انحده كل الحاجات دي بتعمل حاجة اسمع ايه خلاص الحاجات دي بتأثر على استدامة تخلي الحاجة مش دايمة تخلص بسرعة لو حصل تلوث لو حصل زيادة لو حصل توزيع غير عادل كل ده بيأثر على الاستدامة كلمة متجدد مش معناه غير محدود بص معايا كده مش نفهم المعنى دوت كان بيه المصادر الطبيعية بوسق بقى ايه بقى استخدمها متجدد غير متجدد زي ايه زي الميهة المتجددة دي او الميهة النقية دي مصدر متجدد تمام طب المصادر المتجددة ممكن تنفذ وتتأثر لو الانسان اساء استخدامها طب ازاي عندك لو الانسان لوزها كده هتبقى غير صالحة للشرب طب ايه تاني لما احرق الفحم هاعمل ليه عشان بتقطعها وتطلع تاني لك انا لما اطعها بكمية كبيرة مرة واحدة ببديش فرصة ان هي تنمو تاني بقى اعمل حاجة اسمها دي فورستريشن خب بالك المصطلح تجامل جدا يجي اقول لك كده لما بقطع الشجر هيقدل ايه قوله تصحر نحلم مع بعض يلا بتحكم بمنع الانسان الوصول للمصادر الطبيعية يعني مثلا عندي ايه مجموعة شجر ندرة جدا انا مش عايز الانسان يوصل لهم فبحطهم جوا محمية ده بيعمل حاجة اسمها بيعمل حماية ولا مش حماية اه حماية ساستنابلتي مش محتاجين تنظيم يعني انا لو عايز حاجة تدوم مش عزي ما عمل تنظيم لا طب عزي ما عمل تنظيم يبقى غلط بتحكم في وصول الانسان للحاجة ده اسمه ايه ده ها اركز كده محمية المحمية دي عبارة عن مكان بحمي فيه الحيوانات من الانسان يبقى هنا محمية بستخدم الحاجة بطريقة ما يتأثرش سلبي عليها في المستقبل تفضل موجودة معايا يبقى الاجابة نكمل مع بعض يا الله بينا هنا بيقول لي ايه احمية الماء في حياتنا ايه سهل قوي يعني كلام سهل جدا كل الكلام ده سهل في عندي جدول هنا بيقول لي ايه بيقول لي ازاي تستخدم الماء بشكل كويس فهنا بيقول لي ايه مثلا مثلا بيقول لي تين مينت لو تخطي شاور لموتت عشر دقيق هستهلك ماء قد ايه حوالي هستهلك ماء سبعين لتر تمام عشان الديئة الوحدة في الديئة الوحدة انا بستهلك سبع لتر يبقى في العشر دقيق سبعين لتر هو جدول جميل جدا يعني بيقول لك انت بتستهلك ماء كتير لما بتقعد وقت اطول تمام لما قعد وقت اقل بستهلك ماء اقل ده كل اهمية الجزول ده بص الوحدة العسل ده بياخد شاور وبيغني المهم لما قال للوقت دي بقى اللي تهمني بص بقى بقى بص اكتفيت شاور انا كده بعمل ايه كونسيرب ووتر تيرن اوف ووتر لما بقى في الماء انا كده بعمل ايه كونسيرب ووتر دي براشنج تيس السؤال ده جميل حلو محلو معي كده يلا نحلو مع بعض لو عندي كمية ماء صغيرة خلاص? ايه الحاجات اللي انا هعملها في اليوم? قولي تلات حاجات. تلات انشطة. تلات انشطة. ممكن استغل. ممكن ايه? استغلين فيها الاربعين لتر. مسلا هتقول لي. تمام. هتقول لي براشنج تيس. ها? تمام. حلو اول. ايه تاني? يعني دي كده دي نمبر وان ودي نمبر تو. اربعين لتر. طبعا غلط. ممكن اقول مسلا اللي هي ايه? اللي هي. اه? بخسر الايه? الاطباق. تمام? بعض. يلا بينا بسرعة. اما انت مغمض. يبقى ايه? هم? هم? تريز. بلاستيك كب از مت فروم البلاستيك مصنوع منين من الاويل. بريفينت ديفولوبينج اف راس محمد. بروتكتوريت. ايس كونسيدرد ايز. بعمل اه? هم? بريفينت ديفولوبينج منع تطوير راس محمد بروتكتوريت. اسمي بروتكتوريت. ايس كونسيدرد ايز. اكزامبل اوف. ركز ما في سؤال دوت. امنع تطوير. نمبر فور. if some rabbits are blazed in only one large area of grass. this considered as some rabbit حبس غيرين. ده اسمي ايه? ساستانيباليتي. عشان نحافز على الجراس ما يخلص بسرعة. five among the factors that help us to من العوامل اللي بتساعد على استدامة المصادر. الحاجة تفضل موجودة معي. وبتخلص. ايه هي? ركز كده معي. تحكم في التلوث. لو تحكمت في التلوث الحاجة تفضل عايشة معي. لما بقطع شجر كتير. هيعمل ايه? هيعمل طب انا معك نعمل ايه? يعني تصحر. ايه? and the soil erosion. واتأكل التربة. اللي بعض. family a consist of three members. عائلة فيها ثلاث افراد. و family b فيها اربع افراد. if you know the each member use twenty liter. يعني كل واحد فيهم بيستخدم عشرين لتر. عائلة مقوناة من ثلاث افراد. كل واحد فيهم بيستخدم عشرين لتر. صح? so the total amount of that used by family a. family a. family a? بتستخدم ايه مية? ايه? family a فيها كم واحد? فيها تلاتة. طب family b فيها كم four? يبقى مين بيستخدم مية اقل? طبعا family a? يبقى ليه ازاي? يلا بينا. او صنعها مع ايه? كوتن بيستنع منها ايه? يلا بينا بسرعة ها? كوتن يبقى ايه? يبقى closest. طب الويل بيستنع من ايه? بلاستيك. طب تريز بيستنع من ايه? بيبر. اوكي? بوط رايت او رونج. برسيفيشن ان ساستنابلتي من الطرق اللي بتساعد عالحفاظ على المصادر الطبعية. true. when people manage to use of natural resource to make them available in natural. this is called sustainability. لما الناس تخطط انها تحافظ على المصادر الطبعية. ديس مساستنابلتي او. بلسينج كاو ان ماني سمول ان ماني سمول جريس اريا. is كونسيدر ارن از از انسنس ستواشن. بلسينج كاوز ان ماني سمول جريس اريا. في مكان صغير. ماشي سمول جريس. يعني في مكان في حشائش صغيرة. تمام? is كونسيدر از انسنس سنابل. سيتواشن. صح ولا غلط? لكيز في سؤال. يعني انا كده هخلص هاليا بسرعة. تمام? نكمل مع بعض. تروس التربة بيسبب اه موت للنباتات والحيوانات. ممكن اخوة اوفر المياه ان انا بسيب الحنفية مفتوحة. تمام? نكمل مع بعض. بانزم وصول الانسان للمصادر الطبيعية. يبدأ اسمع ايه? انا سمعك بتقول ممتاز طريقة استخدام المصادر بطريقة ايه غير سلبية عشان ميقصرش بالسلب. ايه اللي بيخط ايه اللي بنزل مكانها? يبقى اول سوال رين. نمبر تو. ايه اللي بينفز بسرعة بيخلي البير جاف. مصنوع منين? من الايل. كان ميت فروم دوت او دوت. فروم انيمل او بلانت. او دوت او فسل فول ويزلي. زيز كولد لما باستخدام الوقود بشكل حكيم كلمة يعني بشكل حكيم. ده اسمه ايه بقى? بحافظ عليها عشان تفضل دايما. نكمل. نكمل. عشان اتحكم في الوصول اليها. تاني. اتحكم في الوصول اليها. اي جابة صح. تاني. امنع الانسان من الوصول اليها. اتحكم في الوصول اليها. ليه لازم في المية. بقى هنا الرسم البياني دوت مش مهم قوي بيجيش في الامتحان الرسم البياني. نخش في بيقول لي ده ايه السؤال الجميل دوت. لما المية الناديفة اللي هي العزبة تتلوث. هتبقى مية ملوثة. هقوله true. المياه مصدر غير متجدد صح ولا غلط? نكمل مع بعض. عرفنا ان هي محاكملها. المياه ممكن تخلص. بس في نفس الوقت. مهمة جدا في حياتنا. فالانسان عمل طرق كتيرة جدا علشان ينقل المياه وعادة استخدامها. يبقى تو فيلتر اند ريسايكل ووتر. تو فيلتر اند ريسايكل وست ووتر. يبقى الانسان بيست بنقل المياه وبعادة استخدامها. يعني كاملة يعني بشيل الحاجات اللي ايه اتضارة من المياه. يعني عندي مياه ملوثة بشيل من الحاجات الضارة. طبعا بصدم الفلتر. تعالوا هنا مع بعض نشوف الفلتر. عامل في البيت. ايش طه? يلا بينا هجاهزين? تعال. هاجيب نص الازازة. وحط فيها ايه? حط فيها تلات حاجات دول. يلا بينا. ها ساند. كوتون. هجيب ساند واجيب كول واجيب كوتون. وحطهم كده فين? وحطهم في الازازة المقطوعة. انا جبت ازازة قطعتها. جبت رأس الازازة من فوق. بس المنظر ده ده رأس الازازة من فوق. رحت مدخلها في الازازة المقطوعة. وحطيت فيها ايه? حطيت فيها ساند. كول وكوتون. وحاجي. من فوق اعمل ايه? اعمل اصب اصب ايه? ديرتي ووتر. مياه ملووسة. حال ايه هنزلت تحت بقت ايه? ها مستمعت. بقت ايه? بقت مياه نقية. تمام? تمام. نكمل مع بعض. زي فلتر. الفلتر قدامك ده ريموف مست اف ديرت فروم ديرتي ووتر. الفلتر شالي الحاجات الملووسة من المياه. الفلتر. الفلتر دووتر. مياه نقية نزل تحت. يبقى الفلتر بستعمله ليه? انا نشيل مواد الضر. نكمل مع بعض. ممكن استعمل حاجات دي عشان اعمل فيه حاجة ما نفعش هستخدمها. ها المض. زرول اف ووتر فلتر ايز. دور اللي هو الفلتر بتاع المياه. بيعمل ايه? بيشيل مواد الضر ريموفينج وست ماتيريال. اكسرسايز اون لسون فايف. نمبر وان. كان بيوز تو ريسايكل وست ووتر. ايه اللي بستخدمه? تو بيوز دي اجين. ها عايزة نقل المياه هستعمل ايه? سامعك بتقول ها? فلتر. ممتاز. قول زا فولوينج ماتيريال كان بيوز تو فلتر وست ووتر. حاجات دي كلها بنائي بيها الميا. معادة ايه? في حاجة ما نفعش هستعملها. الوود. في عسلة سهلة كده. مش محتاجة تفكير. انسيمبل ووتر فلتر. يعني انا عايز اعمل ووتر فلتر فلتر ميا في البيت. وست ووتر المياه الملوسة. هتعدي بكام حاجة? شف كده خد وقتك برضو. هم? يعني اتعدي بايه وتعدي بايه وتعدي بايه? تعال كده افكرك بالرسمة دي. عشان الرسمة دي اللي ما اجيبها لك هتفتكر. بص كده. انا عندي ايه? عندي سند. صحي كده? عندي. سند. ماشي. عندي سند. وعندي كول وعندي كوتون. خدنا بلنا بالترتيب. يبقى الترتيب عندك ساند. تمام? يبقى ده الترتيب الصح. تعالوا كده نختار. يبقى الترتيب الصح. ساند. شار كول كوتون. فور. بروسس اس يوز تو جيت فلتر دووتر فروم بلوتد ووتر. العملية اللي باخد منها مية نقية. من المية ملوسة. اسم هي العملية دي? اسمها ري سايكلينج. ساند كول اند كوتون كان بي يوز تو ريموف اول زا فولوينج ماتيريال. فروم ويست ووتر اكسبت يعني بستعمل الرمل او الفحم والقطن. ان انا بشيل حاجات الملوسة من المية. ما عادة ايه بقى? في حاجات ما يفعش نشيلها من المية. طبعا السلط الملح عشان دايد. الملح بتشار بحاجة اسمها نكمل مع بعض. اهم حاجة في انك تحل كتير. زاكر تحل. فيش حاجة اسم مصلي ماليش مزاجة حل. حل كتير يبقى سهل بالنسبة لك. تعرف كل انواع الاسئل. نمبر ون. بسشيل لمواد الايه? اتضره منها. صح ولا لا? صح كده ممتاز. يبقى لاجابة ايه? كوتون كان بيوز اس فلتر تو ريموف وست فروم ووتر. يعني ممكن استخدم الكوتون في الفلتر. صح? خد بالك. لأ فالس الكلام ده. الووتر رينيابل. نمبر فايف. لما حط الطينة في المية بيلوزها. نكمل مع بعض. دم كان بيوز تو فلتر بوليوتيد ووتر. السد العالي ممكن ينقل المية. يارك في الكلام ده? لا طبعا مش علاقة ده فالس. نمبر وان. كان دوت ووتر في تو ريسايكل وست ووتر. الانسان. بيستعدم مية عشان ينقل المية. نمبر وان فلتر. نمبر تو كوتون دوت اند دوت كان بيوز ان ميكينج سيمبل ووتر فلتر. ايه الحاجة اللي بستعملها عشان عمل فلتر? بستعمل الكل. وبستعمل الساند. سري. ووتر فلتر ار يوز تو ريموف. الفلتر بتاع المية بشير منها ايه? الهارم فول. كليل ووتر كان بي بيوتيد اف ات ميكسد ويز. المية نديفة. اه اه كان بي بيوتيد بتلوس. لو اتخلط بايه? بالملد. ليه العلماء بينقوا المية او بيعدوا استخدامها تاني. اه ليه المية? ريسايكل فريش ووتر. تو جيت فلترد ووتر اه اجين. تو ريوز ايت. عشان نستخدمها مرة تاني. تو ريوز ايت. تاني. ريوز نستخدمها. يبقى انا عشان نستخدمها تاني. ماشي? تو ريوز ايت. تو ووتر بلانت. از النبات. از الزرع. what happen? if you mix clear water with small amount of mud. لو خلطت المية نديفة بالمد. ايه? اللي جابه فوق ايه? اتويل بي وست ووتر. او اتويل بي بوليوتد. اتويل بي بوليوتد. اتويل بي بوليوتد. اتويل بي بوليوتد. هتتلوس. اكتب البيانات. نمبر ون اسمها وست ووتر. نمبر ساند. نمبر سري كول. نمبر فور هيبقى اسمها ايه كوتن. نمبر فايف فيلترد ووتر. فيلترد ووتر. تمام? الجهاز ده اسمه ايه? اسمه فيلتر. اسم ايه? فيلتر. باشين منه ايه? الوست ماتيريال. او هارم فول ماتيريال. ده اكتيفتي. بيتكلم على النشاط معين. انت هتعمله. تمام? وفي هنا شوية اه اكتيفتي برضو هنا المياه بتعملها في الطبيعة ازاي? انا حفزناها دي. بس انا عايز اقولها لكم تاني كده وعايز اتغنيها معي. بص المياه في الطبيعة. بتعمل لها يعني اعادة استخدام. ازاي? الووتر ايفابوريت. تتبخر. تطلع فوق كوندنسيت. تتكسف في كون صحب. تنزل اجين تنزل تاني على شكل رين. على شكل مطر. بحفظها كده ها? تطلع فوق كوندنسيت. تنزل اجين على شكل رين. اغنية. اسمها اللعبة دي? اسمها اعادة استخدام الماء او دورة اسمها كده ووتر سايكل. ووتر سايكل معناها دورة الماء. اللي هي ايه بيحصل? تطلع فوق كوندنسيت. تنزل اجين على شكل رين. وست ووتر. اخبر لك من السؤال ده جميل جدا. بيقول لي اسأل ده. بيقول لي. ما استخدمتها قبل كده. يبقى وست ووتر. ووتر. زيت هز اريدي بي نيوزد. زرول اف وست ووتر انجينير. يعني انا عملت وست ووتر انجينير. اي كمية وست ووتر انجينير مهندسين الصرف السحي. قبرة عن نوع معين من المهندسين. بيستخدموا علشان معالجة المياه. يبقى لم يقول لي. بيشتغلوا في معالجة المياه في اي مكان? في بحر البقر. تمام? في كده محطس ما بحر البقر. دور المهندسين في اعادة استخدام المياه الصرف السحي. هما بيعملوا ايه? بيعملوا تولز الادوات اللي بيها بنقدر ننظف المياه. تمام? اهم حاجة في جزئية دي تعرف يعنيه كلمة. مهندسين الصرف السحي. عبارة عن مهندسين. بيعملوا ايه? مهندسين. نوع معين من المهندسين او من العلماء. بس استعملهم في معالجة المياه. يبقى. ما لهم دول? بستخدمهم في معالجة المياه. بعد ما المياه بناقيها. وستو ووتر انجينير. تست زتريت ووتر. تو ميك شور اف اتساف بفور زا ووتر از ريليزد. يعني بعد انا بعد ما بعالج المياه المهندسين بيعملوا ايه? بيختبروا المياه. بشوفوه هل هي صالحة للاستخدام ولا لأ? there are works of waste water engineer. يعني اهيه الاعمال اللي بيعملها الوست ووتر المهندسين. design way to protect community from floods. بيدرسوا ازاي يحمل الانسان من الفايدانات. number two calculate amount of drinking water. بيحسبوا كمية المياه اللي انت محتاجها. عشان يوفروا لك المياه. يبقى يقول لك كده. what is the rule of waste water engineer? ايه هو دور الوست ووتر اللي هم مهندسين الصرف الصحي بيحمونها من الفايدانات وبيحسبوا كمية المياه اللي محتاجها المجتمع. waste water engineer design tool to clean water. صح. water treatment plant is built to clean water. معالجة المياه. water treatment plant. محطات معالجة المياه. اتبنت to clean water. عشان تلوس المياه يا سلام. false. ده بتاعنا جميل قوي. تمام? على الكونسيبت كله اللي هو سري بوينت تو. حلو اول كونسيبت حلو اول دوت. ده جميل جدا عليه. الحمد لله كده احنا خلصنا الكونسيبت سري بوينت تو. نحل مع بعض بقى اسئلة. جاهزين? يلا بينا. في عندي هنا اسئلة على نحلها مع بعض. دورة المياه. على ايه? على ووتر. طالما قال لك ما تكملش سويلا. يبقى اسمهم ايه? اسمهم وست ووتر انجينيير. كمل معايا كده. حاجة دي كلها بستقديمها لمعالجة المياه. معايا ده? بارم المياه في الهواء? طبعا لا. الحاجات دي كلها من استخدامات المهندسين. ايه? خد ملك من سؤال واحدة واحدة. على مهلة خالص. يعني المهندسين. بيعملوا كل الكلام ده. معايا ده ايه? اخر واحدة. اووز شيك فروم فور اماونت او فش بيدرسوا كمية السمك في المياه? هما مالهم. بوت رايت او رونج. هيدرولوجست. ار ساينتست. ذات وورك اون ريسايكلينج وستوووتر. يبقى هيدرولوجست قبلك مسأل دوت. هيدرولوجست ار ساينتست. ايه بقى ايه? فولس. وانت معامك ادي فولس. وستووتر انجينير دي سايد وير تو بيلد ووتر تريتمينت بلانتس. يعني بيدرسوا فين يبنوا محطات المياه. صح. true. وستووتر انجينير دونت تتست زا تريتتت ووتر افتر فينشين زا ووتر تريتمينت بروسس. يعني بيختبروش المياه بعد ما ينقوها. فولس. فور. اين ووتر تريتمينت بلانتس. في معلقة المياه. في معالجة المياه. في معالجة المياه. في معالجة النباتات. في مواد ضره انا بشيلها من المياه. صح او لا. صح. true. نكمل مع بعض. النبات في معالجة المياه. يعني انا ما بستقل المية المية اللي انا استخدمتها بالفعل. يبقى اسمها وست ووتر. اسمها ايه? طالما قال لك ووتر. اسمها ايه? علماء بيشتعلوا في معلقة المية. اسمهم بقى وست ووتر انجينير. يبقى اسمها ايه? اللي جميع موجود عندك اسمها محطات معالجة المية. يبقى ايه? ايجابة ايه? دي ايه? بيشتغلوا في محطات ايه? ما قلقوا بفوق ايه? بيشتغلوا فين? ووتر. كلين بيشتغلوا في واست ناعت. الميةיכة نحنBe.amelات ناعت. الانجينير جاور hootera. ها ?؟ المياه knight اعتنقت. ووتور تراتيمنت الا 데حظ ري��ها. الضباح ايجابة лесيغ ه Motor بس اللجابة موجودة عندك فوق. عندك فوق اهو. اهي اللجابة دي. اهي اللجابة اهي. والرسمة دي احنا عمناها من شوية. نخش مع بعض كده يا الله بنا. نحل كده الجميل ده. ماشي? يا الله بنا. امتة مستوى الماء يزيد. مسهل قوي السؤال ده. في حاجة كتنزلة من فوق بتنزل مستوى المطر. لو ايه اسمها ايه? رين. صح سمعك بتقول رين ممتاز. لبقى اجابة رينفو. بلاستيك كب. is made from. البلاستيك مصنوع من ايه? oil. the natural resource which is important to survival of an living organism. عشان الكائن يفضل عايش. محتاج مين? water. دوت are formed when water collected in low lying area. لما الماء تجمع في منطقة منخفضة شوية. بتعمل يعني مش آآ آآ يعني هي المية مش موجودة على طوق يعني المية ممكن تخلص. او ممكن اقول حاجة تانية. يعني ايه المية محددة ممكن تخلص. هقول كده. اه يبقى ليه بيحافظوا على المية? ماشي? هقول كده. يعني محددة. ماشي? واحد اقول لي مثلا عشان تبقى مستدامة على طول. احميها من الضياعة. احميها من الضياعة. كل حاجة صح. يبقى العلماء ليه بيحافظوا على المية? المية دي محدودة. المية اللي بتحوط 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 القراط. المية كتيرة يبقى اسمي اوشان. بستخدم المصادر بحيث ما تقصرش سلبي. يبقى اسمي ايه? ساستانابالتي. there are small water bodies such as small creeks or streams that flow into bigger river. يعني لم اقول لي فيه مية صغيرة بترمي في مية اه في ريفر اعلى. يعني مية صغيرة بترمي في اه بيجر ريفر. ترمي في نهر كبير. يبقى اسمي ايه? تربي تاري. سوى ده مهم جدا. it is a land area which is partly covered with water. منطقة مغطية جزئي بالمية. يبقى اسمي ايه? ها? سمعك بتقول. ايه المنطقة المغطية جزئيا بالمية? خد وقتك في السؤال دوت. مهم اقوى على فكرة السؤال ده. يبقى اللي اجابة ايه? يبقى هنا. طالما قال لي بارتولي يبقى وتلاند. هنا بيقولك اف او ايه اس. يعني شوف الحاجات اللي هي بتاع دوت والحاجات السولتي. سهل او سؤال ده. يعني من الحاجات اللي هي السهلة جدا مش محتاجة يعني. تمام? يبقى اف. سي سولتي. اف. ديك اصل سولتي. اكوفير اف. اوشان سولتي. تمام? اهالة دام. ببدأ المية طبعا فولس. بوفر المية انا بسيب الحنفة مفتوحة. فولس. صح طبعا. اللي هو ايه اسمه المنبع? مش الويتلاند فيها ميكس? يبقى فولس. يحصل ايه لما بقابل السي. سماك بتقولها? ها? عندك وقتك لما يغبط في السي. هامل حاجة اسمه ايه? ها? دلتا. حاجة اسمه ايه? دلتا. تمام? ميك دلتا. يقوله صح. بلدنج ايه? اه بيغير من كمية المية. يبقى دام. الدام بيقلق بيغير من كمية المية. كمية الفصائل العاشة في المية. زبور ايه? يعني لما يكون المية مش كويسة مش نضيفة. ووتر ايز زيوت رجنريت. بناء ايه? بولد منها مين? بولد منها الكهرباء. دي. بتتكون بسبب مين? رسمة جميلة دي. نختم بيها بقى. لسه عملينا من شوية. نمبر ون هيبقى اسمها ايه? ده اسمها طب نمبر تو ساند سري كول فور كوتن خفايف اسمها فيلتر دووتر. زتول ايه دي عبر عن ايه? فيلتر. ووتر فيلتر. ايه بيشيل ايه? وبكده الحمد الله احنا خلصنا ولمرة جاي ان شاء الله نبدأ مع بعض في يونيت فور. يالله هاني تهو. عايزك تحلي كتير. ولو فيه حيو يقف معك حطي لي في الكمنت. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يبسل لكل الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.